أول شيء كل الموضوع تتحمل أكتر مما بيحمل بالنسبة لرئيس بري لقاءاته عادة بتكون لقاءات معلنة لقاءات الإعلام بيطلع عليها وما في عنده شيء خبيه لكن كمان بنفس الوقت بيحترم رغبة الضيف اللي جاي لعنده لما الوزير بيسيل طلب الموعد سؤل بدك إيه بالإعلام ولا بدك إيه خاص فارتقى أنه يكون خاص وتم احترام رغبته بهذا الموضوع المسألة بها البساطة ما يعني تم التعاطي معه على كأنه شيء نشاط سري خاص استثنائي فوق الطبيعة لا في رغبة عنده ربما لحسابات إلى علاقة فيه طلب أنه هذا النشاط ما يعلن عنه ما ينشر فحفرم رأيه بالتأكيد بالتأكيد بالمرحلة الثانية نحن ما سربنا ولا كنا لا كردة فعل على اللي حصل بباريس ولا على أي كلام آخر بقينا محترمين سرية الموضوع تب مين اللي سرب لك ما بعرف بحقيقة نحن سألنا نفسنا نفس السؤال لأنه لما كان في حاجة ليتعبر عن رأينا نتيجة الكلام اللي قاله الوزير باسيل بباريس بكل وضوحه صراحة صدر عن المكتب الإعلامي كلام واضح وقال أنا الرأي اللي صدر فما كنا بحاجة لا لنعمل ردود جانبية ولا لنسرب لقاء ولا لنسرب محاضر بهذا الموضوع بكل الأحوال اللي صار بالنسبة لإلنا مش غلط نحن ولا مرة الرئيس بري ولا مرة حركة أمال كانت بموقع أنها لا تتعاطى بعدائية مع أي طرف لبناني داخلي نحن مزبوط عندنا خصومي مع أطراف سياسية بالبلد نختلف نحن وياهن حول مواقف وآراء أحياناً بتكون كتير حادة وأحياناً بتاخد أشكال أخرى لكن ولا مرة كنا بنؤمن بمنطق القطيعة أو بنؤمن بمنطق أن الجسور تنقطع بين القوى السياسية بالبلد فكيف إذا كانت العلاقة مع تيار بحجم التيار الوطن الفر عندي سلسلة أسئلة وبدأي جوابات سريعية بالشكل أولاً هل كان طلب الموعد من الوزير بسيل أم كان بمبادرة من السيدة فرح بري كما قال الوزير بسيل أنه هي اللي اقترحت عقد لقاء وكان في ما بدنا يعني نحن بصراحة ما كتير بدنا ندخل بهذا الأمر بس الشي اللي صدر من مكتب الرئيس واضح بهذا الموضوع الرئيس الوزير بسيل بزيارته لكتار أبدأ رغبة عند السيدة فرح اتصلت بالرئيس بري قال له أهلا وسهلا يطلبوا بس موعد ويتفقوا طلبوا موعد وصار في اتفاق على يوم بكل بساطة القصة نعم هل فعلاً أنه الوزير بسيل بلغ حزب الله أنه رايح عند الرئيس بري يطرح شي معين هذا أمر بخص الوزير بسيل يعني هو بيعبر عنه هو قال بيبيانه لأنه هو قال بيبيانه هو قال بيبيانه ونحن بدنا نصدق بهذا الموضوع وبيعتقد أنه هذا أمر طبيعي بعلاقات الحلفة مع بعضنا البعض طيب إذا هو مبلغ حزب الله ليش رئيس بري بده يحوله للسيد نصر الله لأنه نقال وقت اللي عرض لقال له روح حكيه مع السيد حسن أولاً ثم هو كان مبلغ السيد حسن أولاً مش دقيق كل المحضر اللي نشر طيب بدنا المحضر الدقيق منك يعني مش دقيق المحضر اللي نشر شو المحضر الحقيقي مضبوط أنه الوزير بسيل أبدى وجهة نظره المعلنة اللي هو قاله ببيروت واللي قاله ببيريس أنه أنا ضد ترشيح الوزير الإسلامية الفرنجية بالمقابل الرئيس بري أعطى مبررات لموقف يتجه نحو تأييد الوزير الفرنجية الوزير بسيل على موقفه والنقاش التطرق إلى مواقف الحلفاء الآخرين بما فيهم حزب الله والرئيس بري نعم دفع باتجاه أن يناقش الوزير بسيل هذا الملف مع السيد حسن نصر الله باعتبار أن سمحت السيد كان هو المبادر إلى نقاش هذا الموضوع مع الوزير بسيل من موقع الشراكة بيننا وبين حزب الله من موقع التنصيق الدائم بين سماحة السيد ودولة الرئيس قالوا أن هذا الموضوع بيستاهل أنت تكفي في نقاشك بس هو أنه ناقشوا مع السيد حسن وصلوا لطريق مسدود ربما باعتقد أن الأمور يعني الإعلام أحياناً بيحملها أكتر مما هي بس ما هي هي وائعية وائعية صحيح ما شيف شؤال ببريز صحيح أنه موقف الوزير بسيل موقف حاد باتجاه ترشيح الوزير الفرنجية بس أنا بتأديري أنه الأمر لم ينقطع بعد لم يصل إلى حدود عدم القدرة على تنظيم هذا الأمر بطريقة ما عم بتراهنوا على قدرة السيد نصر الله على إقناع جبران بسيل بسليمان فرنجية هل بعد فيه رهان على هكذا فكرة بعد كل الإنآن خلينا نقول أنه رئاسة الجمهورية أولاً مش مسألة لا أرقام ولا بس حسابات أنه كل واحد شو بيجيب وقداش بيقدر يأثر هي موضوع توافق بالسياسة بدك تشوف الاتجاه العام كيف رايح هل هناك قدرة على صياغ التفاهم ما على اسم الوزير الفرنجية من قبل المكونات النيابية والسياسية بعتقد بعدنا بمرحلة فيه إمكانية أنه ينحكى هذا الحكي بشكل جدي بين حزب الله والتيار الوطن الحر بيننا وبين التيار الوطن الحر وحزب الله وبيننا وبين فرقاء عديدين بالبلد